السؤال التالي شخص ركب وصلت للذهاب إلى آخر ليغير له العملة قابلوا عند موقف السيارات أخذ منه العملة ظل الآخر منتظرا في الموقف ذهب إلى بيته لإحضار العملة الأخرى ثم عاد بعد عشر دقائق وسلم له هل يعد هذا التأخر ورباء وما حكم هذا المال إذا تم صرفه ظنا أن المعاملة صحيحة خير له في المستقبل أن يبقي المبلغ في يده حتى يحضر الطرف الآخر مبلغه ويحدث التصارف يدا بيد تحقيقا لمعنى التقابض الموجود أو المشترط في النصوص الشرعية وظن أن صاحبك هذا أو أنك ليكما معذور بالجهالة وظن كذلك أن هذا الفرق الزمني اليسير أرجو أن يكون مغتفرا لكن انتبه إلى هذا مستقبلا والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر